دكتور الاتحاد متعطش للتتويج سيكون وسط جماهيره على أرضه كيف تتوقع أن يتعامل كونترا مع هذا الكلاسيكو؟ يمكن اليوم شفنا نهاية الدورة الإنجليزية كل الأنظار كانت مانشستر سيتي ليفربول غدا كل الأنظار تتجه إلى الاتحاد والهلال مباراة صعبة حقيقة ولكن الاتحاد على ضوء آخر مباراة في الكاس لعب الهلال أكثر جاهزية أكثر إعدادا متكامل العناصر يجب أن يلعب هذه المباراة كوزمن على التفاصيل الصغيرة بتركيز عالي جدا قد يكون هناك ضغط نفسي على اللاعبين للإحساس بخطورة الموقف ويجب أن نهل المباراة في التسعين دقيقة وهذا أحيانا قد يصعب على اللاعبين لكن في رأيها أرجع أقول على اللاعبين أن يستمتعوا بأدائهم لكي يتوجهوا جماهيرهم رغم صعوبة المباراة أن تتلعب مع بطل نعم هذا الموسم الاتحاد أفضل من الهلال على الوراقة في الترتيب من كل الجوانب لكن في المواجهة الأخيرة الهلال منفس كيف ممكن أن يركز الاتحاد ويستفيد من الدرس الأخير خاصة أن الهلال جريح وخارج من بطولة خادم الحرمين الشريفين صحيح على مدى الموسم كل الأفضلية للاتحاد من ناحية عدد الاهداف قوة الدفاع النتائج عدد الانتصارات لكن لو نقيس آخر عشر مباريات هناك تفوق قليل للهلال يعني الاتحاد في آخر عشر مباريات أحرز 23 نقطة الهلال أحرز 25 نقطة كان هناك تدبدب كان هناك الخسرة مع الهلال وأيضا التعادل مع الفتح نعم ولكن بالمجمل الآن لو تجين على الأسابيع الأخيرة الاتحاد يتمتع براحة بدنية أكثر من الهلال الهلال خاص مباريات مضغوطة أكثر هناك أيضا عودة الغائبين عودة الغائبين وهناك مثل الدكتور نتكلم على الدوري الإنجليزي أنا نتكلم على الدوري الإيطالي أيها على فكرة الفرق بين الدوري الإنجليزي والدوري السعودي أنه في الدوري السعودي بين المتصدر والوصيف صحيح الدوري الإيطالي أيسي ميلان فاز بالدوري بعد غياب تقريبا 11 سنة الآن الاتحاد يريد يفوز بالدوري بعد غياب 13 سنة من 2009 أي لما لا مثل ما عاد الميلان رحز البطولة لما لا يعود الاتحاد أيضا بالتأكيد